نعم صحيح نحن لدينا موظفين كل أهليهم قطاع غزة هم يتابعوا وضع أهليهم الحالة أكثر من يعني يصعب التعبير عنها مبكية محزنة أنا يقولون لي أن نحن نحرج عندما يتمكنوا من الاتصال لأن الاتصال ليس دائم حتى يتمكنوا من شحد البلفون بدون كارباء ويتواصلوا كل يومين ثلاثة أو أربعة مع أهليهم ينحرجوا من سؤالهم هل أكلتم هل شربتم كيف أحوالكم لأن أحوالهم في غاية الصعوبة في غاية الصعوبة بمع ذلك كلمة أيضا نحن مجتمع صغير يعني إذا تحدثت عن المجتمع الفلسطيني كل المجتمع الفلسطيني غزة ثلاث عشر مليون الضفة ثلاث مليون للقدس يعني هناك ترابط وعائلات لا أحد من الفلسطينيين ليس له أقرباء ربما إذا بشملت درجة الأولى من العائلة في غزة وبالتالي الصورة تنقل إلى الخارج صورة كارثية بكل معنى كلمة والوضع في غاية الصعوبة ترجمة نانسي قنقر